في معارك الصحراء لم تجد الأطقم الحوثية لا بردا ولا سلاما فذلك ما تفعله بها مدفعية الجيش الوطني في الصورة طقم إمداد الحوثيين حمل للمليشيات ماء فوجد نارا وجحيما قتل طاقم الإمداد تبعثرت علب المياه وتبعثرت معها العناصر الحوثية فلا صرخة ولا عزاء لمن التهمتهم نيران الصحراء إلى بلاد مراد حيث بنادق القضب التي زلزلت المليشيات الحوثية ففي العملية العسكرية التي انطلقت صباح اليوم سيطر الأبطال على مرتفعات استراتيجية في مديرية رحبة حيث تمكنت القوات من السيطرة على جبال السناسل شرقي رحوم وبذلك باتت منطقة نجد المجمعة والخط الرابط بين مأرب والبيضاء في مرمى النيران كما تمكنت قوات الجيش الوطني وبإسناد كبير من قبائل مراد من تحرير السلسلة الجبلية بين وادي الأوشال ووادي بكثة وبذلك تقطع طرق المجامع الحوثية في أودية رحبة وهو ما جعلها تفر متخبطة في متاهات الشعاب والوديان عبدالله البوري سهيل اشتركوا في القناة